سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس وحسن مبارك في مصر فتفجرت في العراق شرارة ثورة كادت أن تعم كافة البلاد لولا القمع الأمني وغياب الإرادة الدولية الداعمة كان ذلك في الخامس والعشرين من شهر شباط عام 2011 حينما احتشد الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد رافعين شعارات مطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات ما لبثت أن تطورت إلى مطالب صريحة بمحاكمة المجرمين والفاسدين والتنديد بحكومة المحاصصة الطائفية خمس وخمسون نقطة ما بين مدينة وقضاء ونحية شملتها التظاهرات في أغلب محافظات العراق حصر للمتظاهرون المقارة الحكومية وأزاح الكتل الكونكريتية التي أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء حكومة المالكي أنذاك أعلنت الاستنفار الكامل وأطلقت يد القوات الأمنية لتنكن بالمتظاهرين عن طريق استخدام الرصاص الحي والاعتقالات والتهديد مستغلة التعامل الدولي عما يحدث وبالقوة أخمدت تلك التظاهرات إلا أن جمر الاحتقان الشعبي ظل تحت الرماد فما بين حين وآخر تخرج تظاهرات متفرقة حتى بدأت مرحلة الانتفاضة الكبرى في المحافظات التي استلح على تسميتها بالمنتفضة فشكلت انعطافة مهمة في شكل التظاهرات وطبيعتها ولم تتمكن الحكومة من إخمادها إلا باستغلال مرحلة المعارك مع تنظيم الدولة لتدمير تلك المحافظات وتشريد أهلها انحدار العراق إلى منزلقات فساد وانهيارا اقتصادي خطيرة أشعل مؤخرا الانتفاضة الشعبية في جنوب ووسط العراق عام 2018 وكالعادة قبل الغضب الشعبي بقمع مفرط اشتركت به ميليشيات الحجد بأوامر إيرانية غضب شعبي ضد العملية السياسية برمتها يقمع في مكان ليشتعل في مكان آخر لكن علة ذلك الغضب أنه بلا تنسيق شعبي وقيادة موحدة رغم توفر كل الأسباب ووجود كل الدوافع لتحقيق ذلك